شوفت ازاي المباراة النهاردة عامل لا المباراة طبعا الهلال السعودي قدم مباراة كبيرة قدام بطل اوروبا خصوصا الشوت التاني الهلال نزل تقريبا كان هو اكثر استحوازا في الشوت التاني والهجمات كان هو الاقرب وكان فيه اكتر من فرصة ممكن للهلال السعودي ان هو في الشوت التاني يتعادل مع تشيلسي لولا يعني سوق التوفيق في انهاء الهجمة طبعا تشيلسي هو الشوت الاول كان متحكم بشكل اكبر ممكن تكون الرهبة شوية كانت عند الهلال هذا طبعا طبيعي جدا وحتى الهدف زي ما احمد قال هدف من خطأ يعني صعب جدا الكرة عرضية بتخبط في الشهراني بتنزل قدام لوكاكو يعني قدام الجون جوه الستة ياردة زي ما بنقول كده وفحطها هدف بشكل سهل جدا الشوت التاني الهلال تحرر تماما ولعب كورتو الهجومية طبعا زي ما استعرضنا كده في الفيديو السبع جانب بتوع الهلال السعودي نتكلم سبع اجانب سبع اجانب بس نتكلم في قيمة السوقية حوالي 43 مليون يورو لو انضربناهم بالمصر نشوف الرقم ممكن يبعامل ازاي لعبة مميزة جدا تقريبا هو المدرب في المطشين بتوع الجزيرة او تشيلسي استعام بخمسة منهم في التشكيل الاساسي المباراة الاولى جايب ست اهداف ودخل فيه هدف واحد المباراة التانية دخل فيه هدف واحد فريق رغم ان هو بيعاني شوية في الدوري السعودي كمركز رابع مسجل 36 هدف وعليه 20 هدف ولكن اسيويا هو عمل موسم قوي جدا وفي كاس العام الانديه حتى الان هو عمل اداء قوي نتمنى ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون في حالته اللعيبة يكونوا استعادوا عفيتهم خصوان الدوليين وان شاء الله نشوف مباراة كبيرة والنادي الاهلي اليكس